تعتبر السياحة الفندقية من أهم التوجهات التي تعمل الفنادق في مملكة البحرين على انتهاجها باعتبار الفعاليات ووسائل الترفيه المقامة فيها عوامل جاذبة للسياح نعم هذا ويرتبط مفهوم السياحة الفندقية بإقامة المنتجعات في الفنادق أو من خلال التنافس بين الفنادق في تقديم مختلف الخدمات بأعلى مستوياتها للتحق لتحقق رضا نزلا من خلال الاستمتاع بالأجواء داخل أرويقات الفندق لطال معرف القطاع السياحي بأنه جزء لا يتجزأ من المسيرة الاقتصادية في مملكة البحرين إذ تولي المملكة أهمية كبرى لتطوير هذا القطاع بكل فروعه كالقطاع الفندقي الذي سجل قفزة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق الترفيهية والمنتجعات ليصل مستوى الفنادق في مملكة البحرين إلى مستوى عال ومهم في الجذب السياحي باعتبار أن الفنادق والمنتجعات من أهم المقومات السياحية السياحة الفندقية هي جزء كبير من مجمل الأنشطة السياحية لترخصها هيئة البحرين السياح والمعرض ولها دور كبير في تعزيز القطاع السياحي وتحريك مجمل القطاعات الاقتصادية الأخرى هذا التوجه يأتي في سياق أيضا تعزيز المقاصد السياحية ولأنه باعتبار أن مملكة البحرين تتمتع بموقع استراتيجي جاذب في المنطقة ودورنا هو الاستثمار في هذا الموقع الاستراتيجي من خلال ما تكتنزه مملكة البحرين من مقومات على مستوى السياحة وعلى ما تكتنزه من أرث حضاري كبير وعلى أيضا ما تكتنزه من مقومات سياحية كونها تحتوي على كثير من الشواطة وبالتالي هناك الكثير من المنتجعات اليوم قائمة على فكرة تنويع الأنشطة السياحية فيها السياحة الفندقية تتطلب خطة ممنهجة في توفير الراحة والاستجمام والترفيه بما في ذلك الأندية الرياضية والفعاليات المقامة والأطعمة باختلاف أصنافها إلى جانب تقديم خدمات صحية من قبل اختصاصيين مؤهلين يتضمن المنتجع عديد من المرافق الترفيهية مثل نادي الصاحي ملعب التنس والسكواش نادي الأطفال نادي الشباب ألعاب الفيديو ألعاب الرياضية المائية البركة السباحة خدمات الشاطئ ويعود شاطع السفتيل من أجمل السواحل الموجودة بالبحر تم تطوير هذا المركز إلى مركز تلاصة للصحة وعادة التأهيل وهذا أول مركز فندوقي يساهم في ترويج السياحة العلاجية في مملكة البحرية اللي بميز منتجع وسباق قصر العرين فيلا الخاصة مع مسابح خاصة وجاكوزي أصغر فيلا عندنا مسحة 400 متر مربع ف400 متر مربع بيسمح لنا نقوم بجميع الفعاليات داخل الفيلا فيه ناس بيجوا عنا يحتفلوا بمناسبات عياد ميلاد تخريجات أعراس داخل الفيلا برضو كمان بيسير فإحنا معظم خدماتنا معظم الفعاليات بتكون داخل الفيلا وبستمتعوا باستقلالية كاملة مملكة البحرين تتجه نحو إطلاق مشروعات جديدة خلال السنوات المقبلة في تطوير عدد من الفنادق والمنتجعات الشاطئية ليعمل قطاع الفندق والضيافة في رفض الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار السياحي في المملكة باعتبارها وجهة سياحية مميزة السياحة الفندقية في مملكة البحرين تعاد من أهم المشروعات السياحية وأحد أهم ركائز الجذب السياحي في المملكة لما تتميز به من جمالية وحداثة في الخدمات والنشاطات الترفيهية التي تحقق تطلعات السائح والزائر على حد سواء إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين